يمكن أن تكتب أي معادلة خطية بصورة Y يساوي M في X زائد B حيث M هو ميل الخط والذي يمثل درجة انحداره وB هي نقطة تقاطع الخط مع محور Y يمكنكم التأكد من أن B هي نقطة تقاطع الخط مع المحور Y عن طريق تعويض صفر مكان X عندما X يساوي صفر تصبح المعادلة Y يساوي M في صفر زائد B M في صفر يساوي صفر لذا Y يساوي B إذن النقطة صفر وB تكون على هذا الخط الخط يتقاطع مع محور Y عند النقطة Y يساوي B حتى تتأكدوا أن M هو الميل جربوا بعض الأعداد تعلمون أن النقطة صفر B تقع على الخط عندما X يساوي 1 فإن Y يساوي M زائد B تعلمون أيضا أن النقطة واحد M زائد B تقع على الخط جدوا الميل بين هذه النقطة وهذه النقطة التغير في Y هو M زائد B ناقص B على التغير في X وهو 1 ناقص صفر هذا هو التغير في Y على التغير في X الذي تحسبونه باستخدام نقطتين هذه نقطة النهاية وهذه نقطة البداية الآن بسط المعادلة B ناقص B يساوي صفر وواحد ناقص صفر يساوي واحد كل ذلك يساوي M إذن M هو الميل وB هي نقطة التقاطع مع محور Y انظروا الآن إلى هذا الرسم البياني واستخدموه في إيجاد المعادلة جدوا الميل ونقطة التقاطع وتكونون قد أوجدتم المعادلة ابدأوا بالخط A وجدوا ميله خذوا نقطة عشوائية هنا مثلاً وانتقلوا ثلاثة مربعات إلى اليمين واحد اثنان ثلاثة هكذا دلتا X يساوي ثلاثة بالتالي دلتا Y يساوي سالب اثنان إشارة السالب ظهرت لأنكم تحركتم للأسفل بالنسبة لـ A عندما يكون التغير في X يساوي ثلاثة فإن التغير في Y يساوي سالب اثنان إذن ميل الخط A يساوي سالب اثنان على ثلاثة هذا يعني أنه عندما تنتقلون إلى اليمين بمقدار ثلاثة تنتقلون إلى الأسفل بمقدار اثنان أو إذا انتقلتم إلى اليمين بمقدار واحد تنتقلون إلى الأسفل بمقدار اثنان على ثلاثة هكذا تكونون أوجدتم الميل بقي عليكم إيجاد نقطة التقاطع مع Y هذا الكسر يمثل M والآن عليكم إيجاد قيمة B وهي نقطة التقاطع مع Y إذن Y عند هذه النقطة تساوي اثنان عندما تنتقلون إلى اليمين بمقدار واحد فإنكم تنتقلون كذلك إلى الأسفل بمقدار اثنان على ثلاثة إذن هذه النقطة يجب أن تكون واحد و واحد على ثلاثة أو بطريقة أخرى يمكنكم القول أنها النقطة حيث Y يساوي أربع على ثلاثة هنا إذن أصبح لديكم B يساوي أربع على ثلاثة هكذا أصبحت معادلة الخط A هي Y يساوي سالب اثنان على ثلاثة في X زائد أربع على ثلاثة الآن جدوا معادلة الخط B جدوا ميل الخط أولاً ابدأوا من هذه النقطة مثلاً معادلة الخط B عندما دلتا X يساوي واحد دلتا Y يساوي ثلاثة أي عندما تتحركون بمقدار واحد إلى اليمين تتحركون بمقدار ثلاثة للأعلى هنا دلتا X وهنا دلتا Y التغير في Y هو ثلاثة إذن دلتا Y على دلتا X يساوي ثلاثة على واحد إذن الميل يساوي ثلاثة الآن عليكم إيجاد نقطة التقاطع مع المحور Y عندما X يساوي صفر فإن Y يساوي واحد هذا يعني أن B يساوي واحد تصبح معادلة الخط B كالتالي Y يساوي ثلاثة في X زائد واحد انتقلوا إلى الخط الأخير وهو الخط C نقطة التقاطع مع Y هي سالب اثنان لأن Y يساوي سالب اثنان عندما يكون X يساوي صفر إذن B يساوي سالب اثنان بالنسبة للميل فهو كما تعرفون يساوي التغير في Y على التغير في X ابدأوا عند نقطة التقاطع مع Y إذا تحركتم إلى اليمين بمقدار واحد اثنان ثلاثة أربع أي أن التغير في X يساوي أربع فإن التغير في Y يساوي اثنان إذن التغير في Y هو اثنان عندما يكون التغير في X يساوي أربع إذن الميل يساوي واحد على اثنان معادلة الخط C هي Y يساوي نصف X ناقص اثنان هذا التمرين عكس التمرين السابقة أي أن عليكم رسم الخطوط بعد معرفة معادلاتها ومعرفة نقطة التقاطع والميل لكل منها ابدأوا بهذا الخط أولاً اثنان هو الميل ونقطة التقاطع مع Y هي خمسة عندما X يساوي صفر فإن Y يساوي خمسة ضعوا النقطة على الرسم وهي نقطة التقاطع كما تعلمون والميل يساوي اثنان هذا يعني أنه عندما تتحركون بمقدار واحد باتجاه X عليكم التحرك للأعلى بمقدار 2 باتجاه Y وإذا اتجهتم بمقدار واحد باتجاه X إلى اليسار تتحركون إلى الأسفل بمقدار 2 باتجاه Y وهكذا صلوا النقاط ويصبح لديكم الخط الأول سيبدو هكذا انتقلوا إلى الخط الثاني ومعادلته هي Y يساوي سالب صفر فاصل اثنان في X زائد سبعة تعلمون أن صفر فاصل اثنان يساوي واحد على خمسة اكتب المعادلة بهذا الشكل Y تساوي سالب واحد على خمسة في X زائد سبعة تعلمون أن نقطة التقاطع مع Y هي سبعة هذا يعني أنه كلما تحركتم بمقدار خمسة إلى اليمين تتحركون بمقدار واحد إلى الأسفل يمكنكم اعتبار دلتا Y على دلتا X يساوي سالب واحد على خمسة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى اليمين وواحد إلى الأسفل كرروا ذلك مرة أخرى خمسة إلى اليمين واحد إلى الأسفل وبالعكس إذا اعتبرتم الميل واحد على سالب خمسة إذا تحركتم إلى اليسار بمقدار خمسة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة فإنكم تتحركون بمقدار واحد إلى الأعلى كرروا العملية الخط يبدو هكذا بعد أن تصلوا النقاط والآن انتقلوا إلى رسم المعادلة Y يساوي سالب X ليس هناك حد لB في المعادلة تتذكرون أن Y يساوي M في X زائد B B يساوي صفر أي عندما X يساوي صفر فإن Y يساوي صفر أيضا هذه هي نقطة تقاطع Y هنا على نقطة الأصل الميل هنا يساوي سالب واحد عندما تتحركون إلى اليمين بمقدار واحد تتحركون أيضا إلى الأسفل بمقدار واحد أي أن التغير في Y يكون سالب واحد بمعنى آخر في هذه المعادلة يتحرك X و Y بنفس المقدار ولكن باتجاه معاكس إذن الخط يبدو هكذا يمكنكم تخيل أن هذا الخط يقسم الربعين الثاني والرابع انتقلوا إلى المعادلة الأخيرة حيث Y يساوي 3.75 يمكن إعادة كتابة المعادلة لتصبح Y يساوي صفر ضرب X زائد 3.75 هذا يعني أن X اختفت من المعادلة لأنها مضروبة في صفر الميل إذن صفر أي لا يهم مقدار التغير في X حيث Y لا تتغير وبمعنى آخر دلتا Y على دلتا X يساوي صفر نقطة تقاطع Y هي 3.75 هنا تقريبا مهما كان التغير في X فإن Y لن تتغير وتبقى دائما تساوي 3.75 هذا يعني أن الخط يكون أفقيا ويقطع Y عند 3.75 هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر